وجه رئيس الوزراء شريف اسماعيل باتخاذ الإجراءات التي تضمن نجاح واستمرارية تطبيق النظام التأميني أمان للمصريين بما في ذلك عدم السماح باسترداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور ست سنوات من تاريخ إصدارها وخلال اجتماع لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة أمان المصريين لتأمين على العمالة المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت شدد اسماعيل على سرعة قيم مختلف الوزراء والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية والتنصيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع وإصدار الشهادة كما تناول الاجتماع سليب التعاون المختلفة بين البنوك والشركات التي يتواجد بها العديد من العمالة المؤقتة فيما يتعلق باستصدار شهادات الأمان بشكل جماعي ترجمة نانسي قنقر